بدأ الاجتماع الثاني للأحزاب والمنظمات والشخصيات التونسية المشاركة في الحوار الوطني في إطار اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية وينتظر أن تشهد هذه الجلسات نقاشات في فحو الدستور من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي بأن الاتحاد مستقل ولا أحد يتدخل في قراراته ونفت طبوبي وجود أي نية لوضع قيادات اتحاد الشغل قيد الإقامة الجبرية مؤكدا بأن الأمن القومي للبلاد هو خط أحمر وبأن الجيش الوطني هو حامل وطن ألعبوا بأي حاجة أن الأمن القومي تونس خط أحمر نقول لأن اتصال بقيادات الجيش ولانا انقلابيين ولانا الجيش تصل بنا الجيش الجمهوري هو حامل الوطن ولا بلاب غيرها حاجة ثانية نحترم استقلالية القضاء ودفاعنا على قضاء مستقل يتحاسب عطريق مؤسساته وهياكله اللي موجودة داخل وزارة العدل لا استبداد وحتى واحد ما يحط يديه على القضاء مهما كان نلقي الضوء إذن على هذه الاجتماعات الجارية من أجل الاتفاق ووضع دستور لتونس معنا من هناك سيف الدين العامري للمزيد من التفاصيل تفضل سيف الدين فضيلا أنا أقف أمام القاعة الرئيسية للاجتماعات بدار الضيافة بضحية قرطاج الضحية الشمالية طبعا ورائي من يجتمع حول ما يشبه الدستور الآن لقد صرح لنا بعض المتحاورين والمشاركين في الحوار الوطني صباحا للتأكيد على أن الملامح العامة للدستور وهوية هذا الدستور الآن بصدد نقاشها داخل هذه القاعة طبعا هناك تطور وتقدم في الخطوات بالنسبة لهذا الدستور المنتظر والذي سيذهب إلى استفتاء للرأي العام والشعب التونسي في الخامس والعشرين من يوليو هذا أصبح أكيدا مع التحذيرات المستمرة لهيئة الانتخابات في التسجيل الآلي للناخبين في التحذير للهيئات الفرعية ضمن أربعة وعشرين هيئة فرعية في الولايات التونسية والفروعها داخل المعتمديات والقرى وفي كل مكان طبعا لوجستيا وقانونيا الأمر أصبح تقريبا جاهز الدستور في العشرين من يونيو الحال يكون جاهزا ويقدم إلى الرأي العام لنقاشه سواء على مستوى وسائل الأعلام أو على المستوى الشعبي العادي هذا يستمر بشكل طبيعي ولكن خطاب اتحاد شغل اليوم خطاب نور الدين الطبوب لأن بدأ تصعيديا حتى على المستوى السياسي إلا أنه نقابي ويؤكد الاتحاد على أن إضرابه العام الذي أكده اليوم في السادس عشر من يونيو الحالي هو نقابي بامتياز ما دعى الطبوب للحديث عن الجيش والأمن ليس سوى ردا على إشاعة كانت قد صدرت من أحدى القنوات الفضائية العربية تقول أن الجيش سيتحرك للتحفظ على بعض قيادات الاتحاد وغلق مقرات الاتحاد هذا أمر غير صحيح بحسب نور الدين طبوب كنا نستمع إليه يتهم بعض الأطراف التي تريد دقة إسفين بينه وبين الرئاسة وبينه وبين الجيش مؤكدا أن لا ثقافة سياسية للجيش التونسي وإنما هذا الجيش التونسي يحرس الوطن ويحرس الحدود التونسية داخل ثكاناته ومهمته دائما ما تكون تقنية صرفة لا يمكن لهذا الجيش أن تكون له ثقافة سياسية أو أن يتدخل في الحياة السياسية لم يتدخل 2011 أو 2013 عندما وقعت اغتيالات سياسية وأحداث أخطر مما نعيشه اليوم فلن يتدخل طبعا اليوم نعم فضيلة أشكرك سيف الدين العامري مراسل سكاينيوز عربية في تونس شكرا للمشاهدة